تجربة الأم لأول مرة تكون صعبة والدور حولها مواقف كثيرة تتعرض لها أصعب ما فيها وكيفية رعاية طفلها وسماعها لتجارب وخبرات سابقة لصديقات أخريات لهن نفس التجارب لأبنائهم وأيضا نصائح الأخت وخبرت الأم ومعتقدات الجدة ولكن قد تكون بعض التجارب والمعتقدات خاطئة ما هي المعتقدات وما هي طرق تطوير تربيتنا الأطفال نتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا همسة يونس مستشارة تربوية صباح تشارد وسعادة أستاذ همسة في البداية هناك العديد من المعتقدات الخاطئة في تربية الأبناء وبعض الأمهات يمكن يتوجهون لهذا الشيء نفس ما ذكرت أن تسأل أمها تسأل أختها تسأل صديقاتها لكن حابين نتعرف أكثر على هذه المعتقدات الخاطئة وكيف نقدر نبتعد عنها في تربية أبنائنا أكيد حالياً الأمهات عم بواجه صعوبة ما بين الموازنة ما بين الأفكار التربوية السابقة عند الأمهات والجدات والأفكار التربية الحديثة والتربية الإيجابية عم بيصير في تصادم صراحة وعم بتحاول الأم أنها تواكب التطور في أساليب التربية لكن تجد أمامها الحاجز اللي هو الأفكار والأساليب التربوية القديمة السابقة لماذا؟ لأن الأساليب القديمة هي الأسهل في التعامل لأنها مبنية على القمع والقوة والسيطرة بينما الأساليب التربوية الحديثة والإيجابية قائمة على احترام الطفل ككائن له كينونته له احترامه له كامل حقوقه كإنسان وقائمة أيضاً على التعامل مع نفسية الطفل حتى نبني طفل عنده صحة نفسية عالية قادر على أن يكون عنده توافق شخصي وتوافق اجتماعي يبني علاقات صحية في المستقبل الآن ماذا يحدث الأم تسمع نصائح مثل ما قلت لأمها وجدتها أو أختها الأكبر منها أو الصديقات اللي عندهم تبني للأفكار القديمة أولها أنه أضربي ليش ما بتضربي؟ يعني أول ما يصير موقف يعني متجيني كتير رسائل الأمهات أنه أنا عم بحاول أربي ابني بطريقة بعيدة عن العنف لكن أواجه تعليقات من الآخرين أنه أنت عم بتدلعي ابنك ليه ما عم تضربي؟ أضربي خليل يسمع الكلام أصل يدل لو يصير شيء جداً ما عم تقول أضربي أضربي بالضبط هذا أول شيء ثاني شيء أنه إذا كان الأم إذا كانت بتحترم رأي الأبن طفلها وتستمع إليه وتحاوره أنت مطول بالك لسه بتسمعي؟ يعني ليش تعطيه مجال للحكي الكتير خلاص؟ بتقولي الكلمة لازم تمشي هاي من الأفكار الخاطئة في التربية أيضاً لو الطفل اعترض وقال لا ليش يقول لا؟ لأنه المفترض أنه يكون في طاعة عمياء من الطفل للأم وللأمانة يعني لاحظت يعني الكثير من الفيديوهات من المؤثرين في السوشيل ميديا اللي عندهم عدد كبير وهائل من المتابعين وتحديداً الأمهات بيتابعوهم عم بيقدموا محتوى سلبي في قالب من المزح والضحك يعني أنه أساليب التربية الإيجابية يعني ما لهاش لازمة يعني أنها تضيع وقت أنها كلام فاضي ربما تكون في قالب من المزاح لكن الأمهات لما تتابع مثل هذه الفيديوهات تتخزن عندها في اللاوعي وتقتنع أنه أنا معي حق أعصب معي حق أضرب معي حق ما أتحور مع ابني ابني مزعج يعني هاي الفيديوهات عم توصل رسالة أنه الأطفال مزعجين الأطفال عبئ على الأم أنه التربية شيء يعني منهك ومجهد وأنه أنا عم بعمل اللي عليه خلاصين ففعلياً يعني أنا حزينة أني أشوف هيك فيديوهات ودايماً بقول الأمهات انتبهوا للي بتسمعوا التربية مش سيء سهل أبداً لذلك لازم نوازن ما بين الأفكار القديمة والحديثة احنا ما منقول أنه احنا ننسف الأشياء القديمة هناك أشياء ثابتة لكن مثل ما قلنا العنف مرفوض بأي شكل من الأشكال حتى بالنظرة حتى النظرة فيها عنف هي عنف تعنيف للطفل فعندك الضرب عندك عدم موجود حوار في قمع لأفكار الأطفال أنه ما نسمح لهم أنهم يناقشونه ويحاولونه وين الخوف من أنه تقول لي يعني فيه أمهات بقولولي طب افردي أن أعطيته مساحة للحوار وأنه يبدي رأيه وبعدين يتمرد عليه هاي نقطة الخوف احنا خطب المشي ايوة الاعتدال في بعض المواضيع حتى نعم كانت في قبل شوية السادة فاتن بتتكلم عن الخوف وهذا فعلا بقول دايما أن الأمهات الخوف هو العائق الكبير أمام أي تقدم إذا أنت كنت خائفة في تربيتك لابنك أنه يتمرد عليك إذا فيه خلال عندك أنت غير واثقة بأساليبك التربوية غير واثقة بنفسك كقائد تربوي القائد لا يخشى أنه الناس اللي معاه وتحتقياتك أنهم يتمردوا عليه لماذا؟ لماذا؟ متى لا يخشى لما يكون هو قائد حقيقي عنده الأساليب التربوي كقائد تربوي عنده الأساليب التربوية السليمة وقادر على يعني الخروج من المواقف بطريقة ذكية يعني أنا ممكن أفرض احترامي كأم كأب لكن دون أن أفقد صداقتي مع ابني سواء كان طفل أو مراهق فإحنا اللي بصير معنا إما أنه إحنا نفتح الباب على الآخر ما فيش قوانين ما فيش حدود في العلاقة أني أنا أضع حدود تكون يعني عارفة بسيطة لكنها تحدد نمط العلاقة ولا تكسر الاحترام بيني وبين ابني إما بصير حالة قمع خوفاً من أنه تنكسر هاي الحدود أيضاً أستاذ ويمونج ذكرتي فكرة العنف في المنازل من الممكن أيضاً نحنا نشوف بعض أنواع العنف في الأماكن العامة نحن نشوفها بعض الأمهات والآباء لو كان لفظي أو حتى جسدي لكن نحن نشوف بعض للأسف أشكال العنف في الأماكن العامة حيثينا كيف من الممكن أن يؤثر هذا على الطفل على صعيد أيضاً علاقاتها مع الناس شوفي حقيقةً وللأمانة وفي دولة الإمارات ومع تحديد قوانين صارمة وواضحة لحماية الطفل أصبح ظاهرة العنف مع الأطفال في الأماكن العامة أقل بكثير مما سبق وهذا أنا ألاحظه شخصياً لأنه كان يستفزن الموضوع جداً في الأماكن العامة بتعنيف الطفل الآن اختلف الموضوع صراحةً بنسبة كبيرة في هذا الموضوع أنه خف العنف ضد الأطفال في الأماكن العامة لكن هذا لا يعني أنه ما في عنف ربما أنا بحس أنه أوكي يعني ما حيعنفه في الأماكن العامة عشان ما يتفشل لكن حيروح يعني يكمل عيب السيارة أو في البيت بالضبط بالضبط اللي بيحصل أنه إحنا في مجتمع دولة الإمارات مجتمع واعي جداً فبالتالي اللي حوالينا كلهم عارفين أنه أنه هذا الشيء مش مقبول لا إنسانياً ولا قانونياً وهذه خطوة أولى جيدة لحتى أنه إحنا نعمل بريك كأولياء أمور أمهات وأباء نعمل بريك لنفسنا أنه مش من حقك أنك تعنف الطفل يا ما شفت هاي المشاهد الآن هي أخف ربما مش ضرب بقدر ما هي صراخ يعني صراخ على الأطفال قمع تعنيف لفظي ونفسي أحياناً نظرة النظرات يعني أنا كتير بزعاً لما أشوف أب أو أم عم يعطي نظرات يعني تحسيني أنه عدوه مش ابنه لأنه صار موقف أحرجه في المكان العام مهم جداً عشان إحنا ما نوصل لهذه المرحلة انفصل عن الناس اللي حواليك أنت في مكان عام صح؟ أنت في النهاية مش هتحبس الطفل في البيت ولا هتحطه في قوقعة عشان ما يحرجك فشو الحل؟ أني أنا أتعامل مع الموقف في شكل صحيح صار موقف محرج صار في خطأ سلوك خاطئ من الطفل وعالجه في نفس اللحظة أفاهم الطفل الخطأ أفاشرح ليش هذا خطأ ليش هذا مثلاً غير مقبول اجتماعياً أفاهمه طيب كيف ديو يتعلم مساحة الخطأ؟ كيف ديو يتعلم والسلوك المقبول والسلوك غير المقبول حتى يكون شخص مقبول اجتماعياً مستقبلاً فأنا أشرح في نفس الموقف لو سمحت هيك خطأ لأنه مثلاً أنت هتزرج الآخرين أو مثلاً لأنه مش مسموح أنك تعمل هيك أو مثلاً إحنا متفقين في البيت أنه على شيء معين كون واضح تكلم معه بشكل بدون إحراج ما تنحرج من الناس يعني مثلاً أنا أكون في السبر ماركت مع ابني ومتفقين أنه ندخل نشتري شيئين فقط يجي في السبر ماركت لا أنا بدي أربعة تمام فهو أي أربعة يشل شيل قسم الحلوية كلها هو معتقد أنه هيحرجني تمام فأنا عادي عارفة بهدوء وصوت مسموع مش أني أنا خجلانة أو محرجة صوت مسموع لا لو سمحت يا عمر معلش لو سمحت إحنا اتفقنا على شيئين اتنين الناس اللي حولي مرات إنه هاي مع مين تحكي لو سمحت في صورة تلفت وإنه عم تحكي مع شخص كبير لا لا أنا أحكي معه وهذا أسلوبي في الحوار معه لو سمحت عمر إحنا اتفقنا على شيئين اتنين لو سمحت ما 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 طيب شوفي لازم إحنا ما نكون صارمين إحنا حازمين بس مش صارمين وهذا طفل فبالتدريب والتدريج بيوصل لمرحلة الانتزام بالاتفاقيات فأنا إيش بقول له معلش إنك تنزل شوي طيب ماشي ثلاثة أشياء فقط شوفي في طفاوة انت عندي شطولة بال أنا أستسلم على طفل ما هو الاستسلام بيخلي الطفل يوصل يتوصل له رسالة إنه أنت شخص سهل الاستسلام وأنا ممكن وراح يفوز عليك وراح يفوز أكثر وأكثر المرات القادمة يستغلونا فعلا تشحني بطاقة إنه يا سلام تعالي أنا جاهز فلازم نطول بالنا ونحاول ندرب على الاتفاقيات لحد ما نوصل لمرحلة إنه شيئين شيئين يعرفتي كيف؟ يعني في البداية من حقه إنه يحاول المشكلة إنه إحنا كأهل ما بنتفهم إنه الطفل عنده الحق عنده الحق إنه يقاوم عنده الحق إنه يحصل على رغباته وبالمقابل أنا من واجبي إنه أدربه على التعامل مع هذه الرغبات تأجيل إشباع بعض الرغبات ليش؟ عشان يصير عنده تحكم بنفسه ويصير قابل إنه يعرف متى تكون هذه حاجة ملحة في حاجات رئيسية لازم نحصل عليها وفي رغبات قابلة إنها تتأجل كيف بيصير هذا الشيء؟ بالتدريب أكيد أستاذة همسة ذكرتي مسبقا التمرد ممكن يعني الأب أو الأم يخافون من تمرد الأطفال عليهم كيف ممكن نسيطر على هذا التمرد ونحوله إلى حب وصداقة وأيضا طريقة حوار ونقاش بداية أنا بحب نستخدم المصطلحات أو المفردات الصحيحة والإيجابية حتى في كلامنا يعني مفردة السيطرة هي مفردة سلبية أنا بعتبرها في التربية لأنها توحي بوجود قوة أنه لازم إحنا نقمع ونسيطر تمام؟ لا أنا بحب أستخدم كلمة الضبط الضبط الأطفال الضبط سلوكياتهم بحيث أنه تكون العلاقة إيجابية بيني وبينه وأهم شيء وجود حوار لما أنا أعطي مساحة للحوار أن الطفل يتكلم حتى عن مشاعره السلبية تجاهي حتى لو غضبان مني لو أزعجته أنا بسلوك ما يخاف يقول لي ماما أنت ليش صرخت علي ماما أنت عملت له هيك أنا ما حبيت أنك قلت له هيك هذا الشيء بيعطيه مساحة لتفريغ المشاعر السلبية وبيعرف أنه أنا عندي القدرة أن أكلم ماما أو أكلم بابا في أي شيء أنا بحسه لماذا؟ لأنه كبت المشاعر السلبية مرة على مرة على مرة وتراكمها مع الوقت حنوصل لمرحلة انفجار وتمرد ليش؟ لأنني أنا ما احتويت ابني ما أعطيته مساحة أنه يحاورني ويطلع هاي الأشياء اللي عنده ولما يتحاور معي أنا بفهم هو كيف بيفكر ما هي الأفكار التي يعني فكرت بيثم خايف وهالأشياء بتتراكم فيما بعد وتظهر فيما بعد لما يطلع لي أفكاره ومشاعره أنا هون عندي الذكاء أني أنا أتعامل معي الأفكار وأصحح الخطأ منها وأصحح المشاعر السلبية وربما يعني أحمي من المصور لمرحلة التمرد ولما نوصل لمرحلة التمرد فعلياً نكون فقدنا يعني مساحة كبيرة من العلاقة الصحيحة بين الإبن والأهل إحنا اللي بنوصلهم إحنا اللي بنوصلهم لهاي المرحلة ما نلومهم أبداً لما يوصلوا لهاي المرحلة ونقول أنا صلي بربي كم سنة وبالأخير أنت تتمرد عليها إذا أكي أنت عم تربي بس فعلياً ما مشيتش على سليب سليمة توصلك للنتيجة السليمة صحيح طبعاً لكل أب وأم في النهاية طريقة لتربيت أبنائهم هناك أكيد أسس يجب أن يتمتع فيها ويدعمها ولكن في النهاية يقع الموضوع كله على الآباء والأمات وطريقة تلقي الطفل لهذه المعلومات أستاذة هامسة يونس حقيقة نحن أود أن نشكر على المعلومات التي زودتها لنا اليوم على تواجدت اليوم معنا شكراً لكم يا رب طبعاً في البداية قبل أن ما نستكمل حديثنا حول هذا الموضوع أكيد في أساليب عديدة لحفاظنا على مثلاً آليات أيضاً تربية أبنائنا في الكثير من المقولات بس أنا حابة بس أخذ رأيك في هذا الموضوع قبل لا نطلع لي الفاصل في الكثير من الأمهات تقول لنا أول أيام أولنا لا تسوي هذا الشيء لأن هذا الشيء خطأ أو أنا أمك فلا تسوي داماً يربط الخطأ بوجود الأب والأم أو السبب يقع على الأب والأم لو تحدينا بس قبل لا نطلع إلى الفاصل أستاذة كيف من الممكن أيضاً أن يقع هذا الموضوع على خطأ الأب الأبناء ما يعرفون نتيجة هذا الغلط ولكن يعرفون أنه يتعلق به لأنه قيل بسبب الأب أو الأب هذا حيكون فيه ارتباط شرطي ما بين سلطة الأم والأب أوكي؟ يعني أنا سلوكي مرتبط بوجود الشرطي ماما وبابا مجرد اختفاء هذا الشرطي أنا مثل أوامر بس بالضبط أنا هعمل السلوك هذا الخطأ بدون وجودهم لذلك مفترض أنه إحنا نشرح أنت قلت ما عندي صبر ما عندي طولة بال لذلك مفترض نشرح بدل المرة ستين ألف مرة مش خمسين لا ستين ألف مرة أنه نعيد ونشرح المشكلة أنه إحنا بنمل ما عنا طولة بال أنه نعيد ونشرح الطفل ينسى أو يتناسى والمراهق قد يتجاهل تمام؟ فأحنا محتاجين نعيد ونزيد ونكرر لكن شوفي كل مرة كل مرة بتزيد جرعة الحزم ليش؟ لأني أنا سبق وشرحت مثلا شرحت أول خمسين مرة بعد خمسين مرة لا تكون في حزم حزم ليش؟ لأني أنا أعطيتك مساحة من الوقت حتى تلتزم شرحت لك بس ما نمل نعيد ونكرر ونزيد جرعة الحزم فبالتالي لما يصير في شرح وقناعة ذاتية بالتدريج بالتأكيد الطفل حيكون أو المراهق حيكون عنده رادع داخلي أو وازع ذاتي لحتى ما يقوم بهذا السلوك الخاطئ مش عشان ماما وبابا مش موجودين مهما كانت الأمور بسيطة لازم ننتبه أن يكون الرادع ذاتي بدون رشوة عطيك عشان يعني أعطيك أشي مقابل أو إذا جلست مؤدب أو أنها أعطيك أو بوديك السوق لا لا هذا كله مرفوض لازم يكون نابع من داخل الأبناء وهذا يحتاج إلى وقت حتى أنا أبني هذا الوازع الداتي حتى أبني الضمير الداخلي عند الأبناء يحتاج وقت طويل ما بيجي بيوم وليلة فلازم لازم يعني نطول بالنا ونبتعد أكيد أستاذة همسة عن السيطرة ونحاول نخليها علاقة صداقة وحب وأيضا موجود ضوار ونقاش أكيد ضوار أستاذة همسة يونس مستشارة تربوية نورتين في هذا الصواح شكرا على هذا لقاء الشيخ الجميل شكرا شكرا